أصدرت وزارات التموين والتجارة الداخلية والمالية والزراعة قرارا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من إبريل بدلا من الخامس عشر من إبريل على أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين وأوضحت وزارة التموين أن القرار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي مشيرة إلى أن الوزارة قد استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التغزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن وأضافت الوزارة أن عددا كبيرا من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام